غربة بقى محمود وانت كنت بتتعامل معهم حتى ببرا الكاميرا تتكلم معهم طول الوقت عادة كده لما منقي نكسب مطشق اي منتخب يعني ترى بقى المتشائمين ده يقولك ايه لا ده اخرنا احنا مش نوصل لك اكتر من كده لا لا ده اخر احنا كويسين بس مش نعرف نكسب فلان في بعض الناس عندهم لحظات التشائم دي ولا كلهم كانوا متفقلين كريم كان عندهم قمة ثقة في الفريق وفي الرجراجي بطريقة مش طبعية يعني نفس ان اشوفت الحالة دي في السعوديين ولكن طبعا يعني السعودي للأسف خسرة المباراتين بتاعتها اللي بعد كده بس السعوديين كان عندهم امل كبير جدا بعد مبارات الارجنتين كان موضوع زايد معهم قوي وانا شايف ان ده سبب من اسباب ان السعوديين اصلا طلعت ولكن اذا بنتكلم عن المغاربة كنت اتكلم مع اي حد فيهم يعني قبل مبارات القصة كلها التيرنينج بوينت او اللي هما كان بعد مطش الكرواتيا الاولاني انا راح اضغط المطش بتاع مغرب الكرواتيا حضرته في استاد البيت فوانا طالع فبحب بتكلم مع الناس كانش معاي كاميرا ولا حاجة مطش كان بدري كان ساعة ثلاثة الدهر تقريبا فبتكلم معهم فبيقولي لا ان شاء الله نقدر ان احنا نعدي ونقدر ان احنا هنتعادل مع هنتعادل مع بلجيكا وهنكسب كندا وهنتقهل تاني مجموعة وزي ما انت شفت كرواتيا وبلجيكا ما بقيتش قادرة وكانوا مسكين اوه فى حتة ان منتخب مصر اقدر ان هو يكسب بلجيكا ولكن يا كريم بعد مبارد بلجيكا ومبارد كندا انا كنت بقف اتكلم معاهم والله يا كريم يعني انا شايف ان المنتخب المغربي الامال زادت اوي بعد مبارد اسبانيا هم من قبل مبارد اسبانيا هم كانوا شايفين cdc قال لي لا لا هنكسب اسبانيا وقولوا يا اهم اسبانيا فريق قوي جدا وعمل مبارد في الدور المجموعات طب ان لأ لا لا عارف يا كريم والله كانت ثقة يعني مش قصدي غرور ولكن غرور كان فعلا يستهلوا ان هم فعلا يتغروا كانوا قوي جدا كانوا مرتبين جدا وبعدين الدعم الجماهيري اللي كان هناك ما كانش طبيعي يعني يا كريم بص انا شايف بصراحة في حتة برضو يعني الناس برضو جات علينا احنا شوية احنا برضو يعني ضغطوا قوي مصر يعني انجاز المغرب معرفش ليه جيب براجعية ان احنا وحشين لا يا جماعة على فكرة احنا الكرة الكرة بتخلص بتفاصيل ضربة جزاء ضربات جزاء انتخذ مصر يا كريم لو كان موجود والله العظيم انا متأكد مليون فيما كنا ممكن نعمل حاجة ماولكش كنا ممكن نروح سيمي فاينال سكن ممكن نروح دور 16 ما تفهمنيش ان الجيل ده حتى لو الناس بتتشاقم والناس ده ايمان عند لا يا كريم الجيل ده بتاعنا كان فعلا ممكن نعمل حاجة الدعم الجميلي بقى بتاع المغرب هناك فرق معهم بشكل كبير جدا في مغاربة عايشين كتير جدا في قطر كان برضو عملوا كانوا كل مباراة بيجيبوا خمس تلاف خمس تلاف متفارج من هناك وحاولوا يحاربوا عشان يجيبوا التذاكر فهم كانوا عندهم ثقة رهيبة في فرقتهم وعندهم ثقة رهيبة في وليد الرجراجي هو هناك البطل بتاعهم يعني كنت كلك كلمة أحد أحسن لعيبين طبعا كله كان بيقولي زياشم رابط بتاعه ولكن كان دايما التركيز بتاعهم كله على الرجراجي إنه هو إزاي لم اللعيبة وإنه هو إزاي قدر يخلق الحافز وأنا من الناس اللي بتحب المدربين الوطنيين في البطلاط المجمعة لأنه بيقدر يخلق الحافز والشغف اللي يكون موجود للعيب طيب بس